ما الذي سيأتي به عرقشي هذه المرة؟ ما الذي يريده من بغداد؟ مبارك لكم أستاذ معا هذا الظهور العظيم وأيضا مبارك لتحدث نراء التي تعودتنا على ظهور النجوم اللامعة إذا ما أخذنا الاتصالات الأخيرة التي أجرتها طهران مع أنقرة وبغداد أيضا مع أنقرة والتعنت بالقرار التركي بأنه لن يتدخل في الشأن السوري من غير المعادلة الحالية هذا يدفع إيران إلى الخوض باتجاه مسار آخر وهو المسار السياسي وتحويل معادلة الصوت الواحد إلى عدة أصوات أي أنه قد يكون هناك تحشيد لتجمع إقليمي أو حتى دولي قد يكون هذا التحالف بتشكيل ضغط كبير على المجتمع الدولي على مدسل الأمن لغرض حماية نظام بشار الأسد من جانب ومن جانب آخر هذه الزيارة تكون هاجزها أقل حقيقة وطأة إذا ما كان هناك وجود لقاءاني على سبيل المثال نحن نعلم بأن التأثيرات الداخلية في العراق وفي سوريا إذا ما أخذت الحكومة موقف الدستور والدولة وهي ما زالت عليه فبالتأكيد ستكون هناك رأي آخر الفصائل التي ستكون مدعومة بقوة من الرأي والقرار التابع لحرس التوري إيران طيب أستاذ بسام ألم تكن بغداد تعلم بتحركات الفصائل المسلحة في شمال سوريا وهي التي كشفت عن موقع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي وأيضا في القبض وقتل قادة داعش في سوريا نتحدث جهاز المخابرات العراقي جهاز قوي ويعمل في سوريا بشكل قوي ألم يكتشف هذه تحركات الفصائل المسلحة؟ هذه التحرير الشام نتحدث الحكومة الحالية ورثت العديد من المشكلات كما ورثت الحكومات التي قبلها يعني إذا ما أخذنا سلة من الفصائل المسلحة وتمكنها في داخل الدولة العراقية وفي سوريا فبالتأكيد هي متوازية مع تشكيل الحكومات التراتبية والتي دائما ما تكون هناك عملية تقويض لتحركات تلك الحكومة نعم بالتأكيد الأجزة الأمنية العراقية لديها المعلومات عن جميع التحركات وحتى ما أشر إليه الناطق العام من قوات المسلحة قبل عدة أيام إنه هناك معلومات حتى فيما يتعلق بهيئة تحرير الشام وبالمقابل أعتقد في أن تحرك الفصائل منذ عقد منذ أكثر من عقد حتى قبل العام 2014 هو كان حقيقة بإعاز وبتخطيط مع الحرس الثوري الإيراني وبتأكيد حكومات بغداد قد تكون لا تستطيع صد هذه التحركات لأنها ستسبب ربكا داخليا سيكون هناك صدام داخلي لا يتوقف على بغداد والفصائل كحكومة أتحدث عن المجتمع أيضا وانهيار المجتمع ونعلم جيدا ولكن بأن الفصائل ذهبت بإتجاد أخرى أستاذ بسام هناك من يرى أن الانخراط المبكر للفاعل العراقي بالأزمة السورية يعني عبر موقف الحكومة والفصائل يجعلها مستقبلا جزءا من الأزمة السورية هل تتفق مع هذا الطرح؟ يعني لا أتوقع في أن الحكومة ستذهب باتجاه زج نفسها كصراع الدولة في الداخل السوري يجب عليها أن تتنبه لعدة نقاط أولها ظهور الجولاني بالزي المختلف والخطاب المختلف هذا يريد من ذلك تحشيد حقيقة الجماعات المتطرفة ومتشددة التي رأيت في أن انهيار تنظيم داعش بدأ كثيرا خاصة مع قتل القيادات المتكررة التي قامت بها قوات الأمنية العراقية من جانب ومن جانب آخر تضييق الدعم المالي على هذا التنظيم إذن الجولاني يطبح لأن يكون خليفة لكن خليفة مختلف قد يكون خليفة منفتح من غير الإعلان عن خلافة مرة أخرى أن يمضي باتجاه ويتماهى مع قرارات منسل الأمن المجتمع الدولي إذن هذا يؤشر إلى أن التنظيمات الحالية في سوريا وللتحمل السلاح هي قد تتحول في أي لحظة إلى تنظيمات سياسية ويكون لديها تمثيل سياسي وتتماهى مع قرارات الممتحدة وهناك عدة أمثلة واشنطن رفعت العقوبات على الحوثيين في اليمن بعد عام واحد ربما قد تمضي واشنطن بهذا الخيار أيضا وتحقق هذا الأمر وتزج وتحقق القرار 2254 القاضي بانتخابات سورية بمفاوضات كانت تستبعد من هذه التحرير الشام لكن ربما قد تزجها مرة أخرى بمسميات سياسية العراق عليه أن يتنبه للمتغيرات والتحولات وأن يرى جميع الزوايا في وقت واحد شكرا لكم من بغداد الباحث في شؤون السياسية والأمنية بسام القزوي شكرا جزيلا لك سيدي الكريم